اشتركوا في القناة ناس بتنسحب وبتنسحب وبتنسحب ولكن مرضو في الآخر لا تراجع ولا استسلام نعرف أكتر عن كل هذه التساؤلات اللي عندنا إحداك الشباب من خلال دفنا نهارده وهو الأستاذ سامح عبدالله نائب رئيس تحقيقية الأهرام وصباح الخير تابع الفل نهار نفسه سامح زي حضرتك شكرا أن أنا معاكم وسعيد أن أكون معاكم بداية كده نبتدي نتكلم عن سباق الرئاسة اللي كل يوم بيدخل فيها أنا عايزة أسحب الورق أنا كمان على فكرة أنا حاسة أن أنا الوحيدة اللي فضل في الشعب وأنا حصوت ليكي في الوقت أرجوك أرجوك يعني عايزة أفتاريخ حضرتك على السباق حتى الآن بالأعداد المرشحة نفسها وبعدين هتكلم عن الأساني بعينها بس يعني عايزة أفهم رؤية حداك المشهد بشكلها من حيث العدد الكبير وأن في ناس مثلا بتعمل في مجالات لا علاقة لها بالسياسة أو ناس ما نتخيلش أن دون ممكن ينفعوا رؤساء جمهوريات فأنا شايف على عكس كثيرين أن دي ظاهرة صحية إحنا البلد بقت بتاعتنا بعد سنوات طويلة ما كانت ضائعة منا فمن حق أي حد أنه يحس أن البلد دي بتاعته وأنه من حقه أنه يسعد أن يكون رئيس جمهورية حتى ولو كان هو عارف أنه مالوش فرصة وأنه يروح ويدخل المقر اللي الرئيس الجمهورية القادم هيقدم فيه ورقه ويأخذ الورق ده زيه زيه يعني دي ظاهرة إيجابية طيبة صحية صحية بس ده ما بيقللش من يعني فيه شخصات معينة أو فيه طريق التعامل معينة مع الموقف ممكن تقل شوية أو كأنك بتسفه أو بتتفه الحدث أنا مش شايف دي على الإطلاق خلي 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 مش إحنا عايزين حرية خلي كل الواحد يعمل اللي هو عايزه طالما في إطار القانون أنا الفرق بيني وبين الشخص اللي هو الحج حسين ولا الأستاذة فوزية اللي راح تتقدم أو تسحب الورق على الأقل إيه يعني إيه اللي بيني وبينها القانون هل القانون يسمح لها ولا لا يسمح لها أنها تسحب الورق يسمح لها خلاص من حقيقة تسحب الورق فيه تقديم يعني إذا جابت تلاتين ألف صوت الحجة فوزية تقدم ورقها القانون هو الفيصل كلنا سواسية أنا القانون أصلا كان من مبدأه بقى كان فيه مشاكل كتيرة جدا أنا مش شاف أنه فيه مشكلة ليه لأنه إفرد أن الحجة فوزية جابت تلاتين ألف صوت هتبقى مرشح حضرتك بقى تنتخبها ما تنتخبهاش مشكلة دي قضية بقى تانية طيب خلينا أصلا حيك تحديدا على المهندس خيرة الشاطر والكلام على أنه هو خلاص هيرشح نفسه والكلام أنه لسه خد عفو لأ ما قدرش لو حق الترشح ملوش حق الترشح الإخوان المسلمين ليه بيرشحوه للرئاسة وهم قالوا إحنا لن نترشح وهو على لسانه وهو شخصيا قبل كده قال إحنا ما عندناش مرشح للرئاسة هل ده كله يعني الشباب كده بيقولوا دي مسرحية ده إحنا بيفتتوا أصواتنا ده إحنا مش فاهمين إيه اللي بيحصل حيك شايفها إزاي والله برضو نرجع إيه للمنطق وللقانون فضل هل من حقه يترشح لو مش من حقه من حقه لا فيك الناس قالت لا لسه حتى لا يعني أنا بتكلم من حقه أو مش من حقه ده قانون يحكم يعني إذا كان فيه فيه أمور قانونية أنا مش دريان بيها أو لا أعلمها فدي قضية على جامع بينما ونفرض أن القانون يسمح له ما فيش عواق فليترشح طيب ده حيدر بسورة الإخوان ما يدر يعني ده مش قضية الإخوان ولا قضية المجتمع الإخوان أرادوا أن يضروا بسورتهم في المجتمع أهلا وسهلا هل حيقدروا يستندوا عشان ينجح إذا قدروا يعملوا له الدعم الكافي ليصبح رئيسا للجمهورية هنرفع له التحية ونقول له خلاص أنت رئيسنا لم يتمكنوا من عمل الدعم الكافي ونجح غيره هنرفع له القبعة ونقول له أنت رئيسنا يعني لازم يبقى فيه موقفي أنا من الإخوان ده شيء وحق الإخوان أن هم يتصرفوا أيو حق أنا كمواطن انتخبتهم في مجلس الشعب وبناء على مجموعة من التصريحات اللي هم نقضوها على مدار الكام شهر اللي فاتوا فينه أولا إحنا بنتكلم سياسة ولا بنتكلم أخلاق بنتكلم سياسة المفروضة أن السياسة فيها أخلاق هو مين اللي قرر من السياسة مفيش عرف مفيش قانون بيقول السياسة لا أخلاق لها والله بقى ده يعني كتيرا كتيرا تقال في هذا المجال الواقع آه بس اللي أريد أن أقوله حاجة إذا كنا فاهمين إننا إن من يرفع الشعارات الإسلامية هو ملاك فهذا خطأ لأ طريق كم يوم أثبته لا مش كده وبقى سهو المنطق غير كده يعني إحنا بشر سواء من رفع مننا شعارات إسلامية أو غير إسلامية اللي بيصلي فينا واللي ما بيصليش واللي بيحج واللي ما بيحجش إحنا بشر نخطئ ونصيب وعندنا مشاعر بشرية وعندنا تطلعات وحتى المسلمين الأوائل لما جم يختاروا أبو بكر الصديق قعدوا في ثقيفة بني ساعدة وتحوروا ناخد ده ولا ناخد ده الأنصار يقولوا مننا أمير وهم والمهاجين يقولوا مننا أمير طب مننا أمير ومنكم أمير يعني أصدأ أقول أن الصراع على السلطة دوت بن قسيني أو الجدل بشأن السلطة ومن يتعلق السلطة دي حاجة بشرية يقبلها الإسلام ومعندناش مشاكل فيها فإحنا فاهمنا غلط إن رجل الدين ده أو اللي يقول مثلا أنا إخواني أو أنا سلفي أو كده ده راجل ملاك ووشه بيطلع نور ومسك السبحة وطول النهار بيسجد لله قد يكون كذلك بس مش بالضرورة كل واحد كده تمام بقى أيام ويغلق بواب الترشح نهائيا للرئاسة مطلبين بيطلب بيهم سواء الليبراليين سواء الإسلاميين بعد انتعدد المرشحين وهو التحالف يعني يتحالفوا في حيث أن يكون فيه مرشح أو بالكتير قوي أتنين للليبراليين ونفس الكلام بالنسبة للإسلاميين مع تعدد المرشحين أبو الفتوح أبو اسماعيل وأخيرا خانة الشاطر رأي حيث أكري ده ممكن يحصل يا لأ وهل تتوقع مفاجئات ولا كل خلاص كده لست تقفلت ما أعتقدش أنه ده ممكن يحصل في إطار الثقافة السياسية بتاعتنا لحنا بنعتبر الانسحاب ده يعني حاجة سيئة يعني حاجة وحشة وقلة قيمة وهو مش أحسن مني بس المبارة الانسحاب من دستور ده انسحاب ليه؟ لا ده انسحاب آخر ده انسحاب آخر ده موقف سياسي ده موقف سياسي بس لا حيكون في صالحهم يعني هو لما إحنا بساعدين نتجار للبارات في صالح مين؟ في صالح الطيار أو الفكر مين اللي بيفكر في مصلحة الطيار؟ ومين بيفكر في مصلحة الدولة؟ تفاهم أنه دول بيفكروا في مصلحة الدولة بجد؟ ما بيفكروا في ايه؟ في مصلحهم الشخصية ومصلحة جماعاتهم ومصلحة أحزابهم واللي يفهم غير كده يبقى ما بيفهمش سياسة أنا برضو بأتكلم في سياسة السياسة المتقدمة هقول لك بس السياسة المتقدمة أو السياسة المستنيرة أو السياسة اللي بتبيع في الدول الكبرى أو في الدول المتقدمة بيعملوا مصالح الجماعة ومصالح الجماعة مش جماعة الإخوان يعني جماعة يعني الجروب يعني جماعة مصالحة الجماعة السياسية أو الحزب السياسي بيدفروها مع مصالحة المجتمع يعني إحنا مثلا رجال مجموعة رجال أعمال عاملين حزب فأقول للناس أن رجال الأعمال دول مهمين جدا للدولة وأن رجال الأعمال دول بيعملوا مشروعات وبيشغالوا الناس فأفهم الناس أن مصلحتهم من مصلحتنا إنما السياسيين بقى درجة تانية اللي موجودين في دول كتير جدا من العالم بما فيها مصر ما بيبصوا شغل على مصلحته ومش شايف الناس وحتى لو ما يجي يتكلم ما بيحاولش يعمل هذا الربط المباشر اللي يخليه سياسي قوي أنا عايزة أسأل على المرشحين المحسوبين على التهار الإسلامي بالمقارنة بالمرشحين آخرين إذا كانوا ليبرالين أو إذا كانوا محسوبين على ما يسمى بالنظام السابق أو الفلول حتى الآن المرشحين الإسلاميين هم أبو الفتوح دكتور عبد من أبو الفتوح أبو إسماعيل خيرات الشاطر وطبعا سليم العوة الأربع أشخاص دول منهم اتنين لإحتمال يقعوا لأنهم قانوناً ما لهمش حق التراشق بس لو افترضنا أن هم الأربع يكملوا هل ده يعتبر تفتيت لأصوات الإسلاميين؟ أيها مؤكد في صالح مين بقى؟ يعني في صالح مين؟ في صالح الآخرين الألوان؟ الآخرين اللي هم؟ اللي هم مين بقى؟ لا مش هم مين ما إحنا عندنا كتير أم لا برضو كتير ما إحنا عندنا يعني في نصريين وفي مستقلين وفي فلول وفي خلافه بس الكلام أنه دول بيسبوا في صالح ناس معينة أن تفتيت أصوات الإسلاميين بيسبوا في صالح ناس معينة قد يكون إما أحمد شفيق مع حفظ الأقاب طبعاً يأما عمر موسى يأما عمر سليون وما له إحنا بنلعب سياسة؟ بس أنا عايز أقول حاجة إحنا مفترض إن إحنا نلعب وفقاً لقواعد سياسية يرتضيها المجتمع تمام؟ خلاص هل هناك ما يعمل؟ ودي السياسة مشكلتنا إن إحنا في خلال السنين اللي فاتت ما شفناش سياسة بجد وهي سياسة؟ هي دي السياسة ودي اللي حنعيش فيها بالمناسبة التلاتين واربعين سنة الجاية الوضع اللي إحنا فيه ده الدول العالم كلها اللي فيها ما يقرب من يكون نموذج ديمقراطية على سبيل المساعدة يمكن على أساسهم فرنسا تحديداً لأنه يمكن فيها حياة سياسية ناشطة جداً 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 بتصفصف دايماً في الآخر هما اتنين مرشحين وإحنا حنعمل جولة وإحنا أخذ اتنين بعد كده وبيبقى باين من أولها يعني فيه لعبة زي أقولك اللاعبين الرئاسيين الحالية من قبل الانتخاذ من كلم على سنة أو سنتين مفهوم إنه هما دور اللاعبين الرئاسيين يا صديق العزيز أي لعب كان بيجيب جون في السنين اللي فاتت كان بيقعد على حدكة الاحتياطي فكل واحد يعني كان نواعداً وممكن يطلع منه حاجة كان بيتم تجنيبه علشان ما يهددش النظام فأنت معندكش سياسيين وإحنا أخذ وقت اتنين اللي كنت عايز أقوله إن إحنا لمدة طويلة كان عندنا رئيس وحزب واحد من أول الاتحاد القومي لاتحاد الاشتراكي حزب مصر معرفش إيه إيه لغاية الحزب الوطني آه تطلع أحزاب تانية جنبي ديكور إنه هو رئيس وحزب واحد في الحقيقة ما يقوله ينفذ فكان فيه شكل من أشكال الاستقرار السياسي بين قوسين بسه استقرار أنا بقول بين قوسين اهتكار بس شن ولا إيه تمام بس أصدقل إيه الأمور مستقرة في الشارع طبعاً فيه ناس ما كانش عجيبة هذا الاستقرار وأنا مش معطرد على ده بس اللي عايز أقوله إن هذا النوع من الاستقرار اختفى أصدقى ده مش استقراري فالاستقرار معناه حاجة إيجابية معلش أنا اختلف في المصطلح لا أنا متفق معاك أنا بس اللي عايز أقوله إيه إذا كنا إحنا متخيلين إن الثورة هي اللي جاء هي اللي عاملة الدوشة الحراك السياسي وإن ده نحن في طريقنا إلى الاستقرار بالمعنى القديم لا إحنا في طريقنا الاستقرار بمنظومة جديدة فيها صراع دائم صراع دائم وحراك بين القوة السياسية وإذا كانت منظومة سليمة يبقى الأقلية هتحترم رأي الأغلبية شايفين فيه تبازل في القوة يا فنم ما فيش قوة ما فيش قوة حقيقية موجودة دلوقتي إلا الإخوان المسلمين لأنهم منظمين من فتر طويلة أو السلفيين بيتصرع مع مين بقى نعم بيتصرع مع نفسهم بيتصرع بيتصرع بين القوة لازم يكون بين كذا قوة اشتراكيين جمهوريين في قوة أقل في قوة أقل برضو أرجع بقول إيه إحنا خارجيين من ظروف معينة فالمفترض أن القوة السياسية سيعاد تشكيلها وسيعاد ترتيبها والسنوات القادمة سيفترض أن تشهد تطورا في هذا المجال الجماعة الوحيدة اللي كانت شغالة وبقوة تحت الأرض فوق الأرض يدخلوا السجن طلعهم السجن تمام هم الإخوان وعلى مدى 80 سنة وعملوا قاعدة قواعد شعبية واستخدام الدين برضو براق وجيد ومفيد في كثير من الأحيان فبالتالي هم القوة الحقيقية الموجودة مش معنى كده أنه هم أغلبية ولكن القوة الحقيقية المنظمة الموجودة على الأرض حاليا مش معنى كده أنهما ستين مليون من الشعب المصري لا ممكن يكونوا خمسة مليون ستين مليون بسعام كم سياسيا وده بيديهم قوة بشكل أو بأخر القوة المنظمة قوية وإن كانت أقل عددا يعني لو عشر منظمين أحسن من مية كل واحد قاعد في بيته طيب أنا يعني هنتقل للجنة التأسيسية لجنة صياط الدستور وبرضو لي علاقة بحزم الحرية والعدالة ومش اضطهاد مننا بس هما في صدر الموقف يعني فده أمر الله نفذ يعني فبالتالي حاجة وعشرين عضو انسحبوا من أحزاب مختلفة اللي نده نقول المحسوبة على اثارات غير الإسلام السياسي تمام ولكن اللجنة ماشية في خطها ولا أكن في حاجة حصلة بقى إنا 72 هنكمل وهننتخب رئيس اللجنة وهياخد 71 من 72 صوت أنا حقول هنا رأي أنا بحاول يعني أن أنا إيه بلك سرح يلديك لا لا بلك سرح يلديك لا 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 هي القضية ببساطة شديدة أني لازم يبقى فيه معايير للحكم أنا مش هحط رأيي على الناس يعني أنا مش هقول ده وحش لأنه ما بينتميش إلي ولو أنا إخوان جي أحب الإخوان ولو أنا ضد الإخوان لا لازم يبقى فيه معايير تطبق على الجميع موضوعية موضوعية وبالتالي هي القانون دايما نرجع للقانون هل ده مخالف للقانون نعم يبقى غلط هل ده مع القانون يبقى صح في هذه القضية تحديدة أنا كتبت عمقود من شهرين ثلاثة وسميته فرصة الإخوان التاريخية قلت لهم يا جماعة عندكم فرصة تاريخية أنه أنتو مش بس تبقوا القوى الرئيس اللاعب الأساسي الكبير المهم لمصر لفترة طويلة ولكن في الوطن العربي كله لأنه أنتو عندكم كمان يعني علاقات بكثير من الدول العربية وعندكم فروع كمان فروع وإذا نجحت التجربة بتاعتك في مصر هتبقى نموذج ويحتذى في كثير وحتبقوا أنتو يعني حاجة مهمة أوي في الإقليميا بشرط أنه أنتو تتنبهوا أنه أنتو مش اللاعب الوحيد في مصر حتى إذا كنتو تشكلوا الأغلبية بدرجة ما فهناك أقلية يجب أن تحترم وأن انتو تلعبوا دور الأخ الأكبر بالمعنى الإيجابي اللي هو حريص على مصلحة الناس حريص على مصلحة اللي عايشين معاه في البيت هو المظلة اللي تجمعهم مش القوة اللي تقصيهم إذا قدروا أن هم يوحدوا المجتمع تحت عباءتهم على اختلاف الطيارات يبقى إذن هم يعني ضمنوا تأييد قطاعات كبيرة من الشعب وكلنا حننزل لهم بالإجلال والتقدير والاحترام وأعتقد أننا أو أغيري واخد موقف يعني محايد من الإخوان ممكن ينضم ليهم على الأقل في التصويت بعد كده وشعرين الكلام ده صح؟ ما عملوه؟ ما عملوه؟ شايف بقى حصل إيه في ثلاث شهرين ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما عملوهش يعني ما عملوش هم يعني معنى إيه؟ هل هم عملوا عكس ده؟ آه يعني هو للاسف للاسف وارجع وقول برضو إحنا هم ممكن يكونوا منظم ليه للاسف مش للاسف تمام لسه يعني لم يمارسوا السياسة في العالم لفترة طويلة وبالتالي ينقصهم بعض الخبرات في هذه المسألة شايف هم أخطأوا أو يعني لم يحالفهم الحظ أو يجاربهم الحظ في قرارات سياسية على مدى الشهرين اللي فاتوا من ساعة مكتب المقالة دي فأنهي مواضع وغيرهم على فترة مش بس حكامة على الإخبار هكامة على قوة الأخرى أيضا أنا كنت أتمنى أنا كنت أتمنى إحنا في حاجة حقيقة في حاجة في مصر للاعب رئيسي قوي في الفترة اللي جاية لأن لو عندي شوية لاعبين صغيرين مش هيبقى فيه القدرة على أن أنا أنفذ برامج طموحة الحاجات اللي إحنا بنحلم بها كلنا دي لأن حنضيع وقتنا في الصراعات زي الإتلافات اللي في إسرائيل اللي بتحصل وزي إيطاليا اللي الغايد سيرفو بردلسكوني قابلها مثلا من 30 أو 40 سنة كان كل سنة ونص حكومة أو ساق يعني هذا الوضع عدم الاستقرار هذا الشكل من عدم الاستقرار فأنا كنت متخنى أن الإخوان ممكن يلعبوا هذا الدور إذا ما تصرفوا بحكمة ووعي ورقي يبدو أن الحسابات ما كانتش في هذا الإطار وده يخليني بقى يعني أقول حاجة من الواضح من الواضح أن كل مصري في جزء من حسن مبارك وكل جماعة سياسية فيها جزء من الحزب الوطن طبعا ما احنا متراببين آخر كم سنة يعني يعني يخليك عندك أجيال ما شفتش غيره ما أنا هجيب منين يعني عايزة أقول إيه؟ يعني أنا ما شوفش غيره والحزب أخطأ وكل اللحزة مخطئة بدرجة إحنا ثقافتنا واحدة طبعا كراكم سنين كثيرة يعني هل ده يبرر يعني؟ هل ده حيبقى ده الواقع خلاص؟ وإحنا كل اللي واحد فينا في حتة فهنمشي بقى بالحزب بتاعتنا وتبقى كده الدنيا بايزة كل واحدة ياخد حتته السلبية ويرش بيها حتى تظهر ونغير بقى مفترض نغير بس التغيير إزاي؟ حضرتك ممكن تغير نفسك في يوم أو في ليلة أو في أسبوعين نفسك إنما عشان تغير إصحابك محتاج شهرين ثلاثة لما قوة سياسية معينة تاخد قرار كل المحارجين السياسيين والخبراء والمستشارين أجمعوا إنه ده قرار خاطئ تمام؟ زي ما عبي يعرف يغيروا أراءهم ممكن تاني يغيروا مواقفهم على حسب التحليلات وعلى حسب الأراء الصائبة والله ما خبب من استشار هم خدوا قرار يتحملوا نتيجته إذا الشعب بنتخبهمش هم المدارين إذا الشعب عجبهم هم أحرار أنا رأي أنا رأي إن ده من الشي اللي أنا كنت بأحلم به لمصر وليهم أو اللي أنا متصوره ليهم بس ده قرار شخصي أو رأي شخصي بس حدك في المقالة قلت وده يبعتقد أن هنقدر نختم بيها كمان بعد إذنك إنه قلت إنه هم معهم أغلبية على المستوى التصويت ده اللي شوفناها في انتخبات مجلس شعب شايف على مدار الشهر هم عملوش ده بس مش شايف نهم خسروا بمعنى خسروا أصوات انتخبات اللي جاية لا أتوقع أن هما يعدوا لـ 40% اللي خدوها المراد أو حاجة 40% كحزب الأخوان المسلمين أو حتى النور اللي كل شوائبنا اكتشف إنه مش هما دول بتوع ربنا مش هما دول اللي هيدخلونا الجنة زي ما كانت الناس فهمة فبالتالي الناس بقى عندها فهم مختلف ووعي مختلف إنه مش ده التوكيل بتاع الجنة والله أنا شخصيا أتفق معاكي أن هما خسروا بس الانتخابات الجاية هيكسبوها لا لا ده توقف على اللي حيحصل من النهاردة الانتخابات الجاية الانتخابات دي بتاعت يعني يعني أي انتخابات بقى أي انتخابات في الدنيا يعني تفتيت الأصوات أحد العناصر مثلا ممكن تخلي ناس تكسب أو ما تكسبش إلى جانب حاجة إلى جانب إشاعة ممكن تطلع ليلة الانتخابات إذن قضاءة الانتخابات ديت مسائل حساسة جدا بس أنا عايز أقول حاجة إذا كنت أنا فعلا مسلم وحقيقي وحريص على الإسلام فيجب أن أزرع في الناس إن أنا لا أملك لهم خيرا ولا شرا وإن رب العالمين هو ربي وربهم وإن هم مسؤولين عن أن هم يمشوا في حياتهم وفقا للإسلام وأنا مش النموذج بالضرورة الإسلامي اللي لازم يمشوا وراه لازم يفكر بنفسه هو ده الإسلام مش قوم يعقلون يبقى فكرة أن أنا أدعي أن أنا الجماعة التي الجماعة التي تتكلم بإسم الله في الأرض هذه مقولة أو جملة غير إسلامية غير إسلامية أنت مسلم زي زيك أنت لك منصب كبير في الإخوان المسلمين وأنا مش عوده في الإخوان المسلمين إحنا متسويين عند الله إلا بعملنا إلا بمين فينا اللي بيعمل صح وغلط إنما ما فيش حد يملك لحد حاجة فيش حد أفضل أكرمكم عند الله أتقاكم وده ملوش علاقة بالسياسة وده ملوش علاقة بمناصب محناش عندنا بابا روما اللي بيدي سقوكه اللي كان بيدي سقوكه اللي بطلوا دلوقت سلامة عبد الله نعم رئيس دحية جديدة الأهرام أمري شكرا شكرا جزيلا ونحن تعبقى المفاجئات اللي حتحصل الفترة اللي جاية سواء على صعيد اللجنة السياة الدستور أو اتخابات الرئاسة اللي احنا بالنسبة لنا هي كل يوم فيها هو مفاجأة جديدة في مشاكل كتيرة بس أنا متفائل وبشوف اللي بيحصل ده هو أمر طبيعي خارجين من منظومة دخلين منظومة أنضف وأفضل وأحسن نتمنى مفيش مشكلة بقى أن احنا نواجه بعض المصرع نتعب شوي يا أم مش هتقولي برضو هترشح ميني أستاذ سامة هقولك بعد ما نخلص لشان باش دعاية أو كده أوكي مش هيقول برضا خلصة حلقتنا النهاردة ويا رب نكون قدرنا نتكلم عن أكتر عدد مواضيع بتشغل الرأي العام أكيد بكري لدينا حلقة جديدة أكيد إن شاء الله مش هيديدة نشوفكم بكرة فريقكم عمل جديد وطرقكم عمل جديد ونهاركم سعيد مع مفاجأة جديدة أكيد في انتخابات الرئيسة بكري إن شاء الله سواء الفوت ترجمة نانسي قنقر